مرحبا بكم في قناة تحفة يوب الشروق والقيد صالح النهار والسعيد بوتفليقة اما الشعب فهو مصدر كل سلطة واصبح الجميع يتودد اليه البداية مع الاحداد المتسارعة حول رجال الاعمال بالخصوص ومنعهم من السفر الى ارجاع الاحداد اثناء محاولته الدخول الى تونس هذه الاوامر تأكد مؤخرا انها اججأت من القيادة العليا للجيش اي جاءت بعد تصريحات القيد صالح مباشرة ويبدو ان ذلك الامر ازعج سعيد بوتفليقة اد ان الرئاسة في بيان رسمي مساء اليوم اكدت انها لم تعطي اي تعلمات بذلك وان اخضع كونينف وحدات جاء من دون علمهم لهذا توعدت الرئاسة حسب النهار انها سترد على كل هذه الخارجات لكن من جهة اخرى الشروق مباشرة ردت على ذلك لتؤكد حسب مصادرها ان سعيد بوتفليقة هو الذي اصدر البيان ويبدو انه منزعج من اعتقال كل تلك الاسماء خصوصا منعهم من السفر خارج البلاد ووقف حتى كل طائرات الخاصة من السفر فالقيد صالح والسعيد بوتفليقة في مواجهة حسمية الكل يتوعد خصوصا بعد ان اكد القيد صالح انه سيطبق كل المواد التي طلب بها الشعب الجزائري كلها والتي من المنتظر ان طبقت ستعصف بكل محيط الرئيس والجماعة كلها كون الشعب يطالب برحلهم كليا الاحدث تتسارع ونتمنى ان تمر على خير بالخير الذي يحول الازمة وتنفذ جميع مطالب الشعب فلا بديل عن اوامر الشعب اليوم او غدا فاي طرف تره قويا حاليا لا تنسى الضغط على زر الاعجاب اذا كنت مع تغيير السلم ومحاسبتك لستراقين كما لا تنسوا مشاركتنا بارائكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وشكرا اشتركوا في القناة